قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهدس مسلم غرسا ولا يجع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدق صدق رسول الله أهلا بكم كارولاينا ريبر نوع من الفلفل الحار لونه أحمر له ملمس متعرج مليان بصور وله زيل صغير مدبب كارولاينا ريبر هاجين من فصيلة الفلفل الصيني شاينينز كابسيكم اللي تم تطويره على يد الأمريكي إيد كيري مدير شركة بيكر بيت الفلفل من ولاية كارولاينا الجنوبية واللي في نوفمبر سنة 2013 تم منح اختراعه لقب الفلفل الأشد سخونة في العالم من موسوعة جنس للأرقام القياسية كارولاينا ريبر وصل معدل شدة حرارته إلى ما يفوق الاثنين مليون ومتين ألف درجة على مقياس سيكوفيل وسيكوفيل هو وحدة قياس شدة لزعة الفلفل وعشان حضرتك تستوعب شدة حرارة الكارولاينا ريبر فاعلم أن الفلفل الأخضر بيحتوي على صفر من وحدات سيكوفيل الحرارية أما فلفل هالبينو حوالي خمس ألاف سيكوفيل وفلفل سيرانو عشرين ألف سيكوفيل فلفل هابينيرو الأحمر بيحتوي على متين ألف سيكوفيل وفلفل الشبح بيحتوي على ستمائة ألف سيكوفيل أما فلفل كارولاينا ريبر فمعدل شدة حرارته ما يفوق الاثنين مليون ومتين ألف درجة على مقياس سيكوفيل يعني الكارولاينا ضعف الفلفل الحار اللي بنستخدمه في بيوتنا بحوالي ربعمية وأربعين مرة تابع معنا الفيديو للنهاية عشان تتعرف على قصة فلفل كارولاينا ريبر ولو عجبك الموضوع وتمام ياريت تدعم الفيديو بلايك أوام وشاركه مع الأحباب لو نال الإعجاب واشترك في القناة لو بتحب الزراعة والحياة وانتابع بيقول إيد كيري مخترع كارولاينا ريبر بدأت أزرع الفلفل في الكلية وكنت مهتم جدا بالحصول على الفلفل الأكثر أكثر سخونة فكنت بمسج فلفل الشبح وفلفل هابي نيرو وكانت النتيجة هذا الفلفل الشجير الذي كان مقطع بالبثور في كل جوانبه وفي المرة الأولى التي تزوقته وقعت على ركبتي الفلفل قادر أنه يعطل حركة الفكين ويحرق اللسان وأحيانا يصيب الإنسان بسكتة دماغية وسقب في الحلق لدرجة أن إعداده للطهي بيحتاج أقنع واقية وملابس شبيهة بملابس الحرب الكيموية وبدأ الأطباء يحذرون من تناوله بعد انتشار مسابقات الأكل الحار وخصوصا بعد حادثة شهيرة لأمريكي عمره 34 عام واللي حصلوا بعد التهامه للفلفل من آلام حادة في الرأس والرقبة ونوبات صداع شديدة اسمها الصداع الرعدي استمرت لأيام وكان ضروري قدوعه لرعاية صحية لأنها ممكن تؤدي لنزيف بالمخ أو جلطة وبعد كده حصل له سقب في المريء بفتحة بلجة حوالي 2.5 سنط كارولينا ريبر فلفل سماه اللي تجرأ على تجربته بحاصد الأرواح لأنه بمجرد تناوله حرائق ونيران تشتعل داخل فمك وبعد اللي تزوقوه قالوا أنه زي أكل الحمام المنصيرة والبعد قال أنه كأنك بلحست الشمس أما مخترعه نفسه إيد كيري قال الأمر أشبه بتناول فحم حجر مولع لو كان فيلفل كارولينا ريبر بالكتورة دي لدرجة أن مجرد شمه ممكن يتسبب في الكتورة كبيرة يبقى إيه الداعي لاستخدامه في الأكل وإيه الداعي أن فيه ناس بتتلزس في أكله وإيه الداعي أن يبقى فيه مسابقات للتنافس في أكله كل دي تساؤلات وتعجبات والرد عليها بيكون بالتعرف على فوائد واستخدامات فيلفل كارولينا ريبر أما فوائده الصحية رغم أن الأمر مزعج وخطير لكن تناول الفلفل الحار بصفة عامة مش خطير على طول الخط وزيه زي فلفل كارولينا بيحتوي على بضادات الأكسادة والفيتامينات والمعادن اللي بتعزز الصحة العامة للجسم ومن الممكن أن يكون ضمن عادات يومية بسيطة لتحسين القلب والأوعية الدموية وتحسين الهضم أما استخداماته فممكن إضافة كرون الفلفل الحار كاملة أو مقطعة ناعمة أو مهروسة لوصفة الفلفل الحار الكلاسيكية العادية المعروف ولكن بنسب قليلة بتعطي حرارة شديدة وعمق في النكلة كمان بيتمزج الفلفل مع مكونات تانية زي اللحم المفروم واللحوم المطبوقة والطماطم والفصولية والبصل والتوابل والمكورونة وأطباق البكورونة الأسيوية والشربة للحصول على نكهة فلفل حار شهية لكن مهم جدا استخدامه بحذر وتجنب لمس العينين أو الفم بعد التعامل معاه وواجب تكزينه بعيد عن متناول الأطفال أما المسابقات اللي بتتعامل للتنافس على أكله فنقدر نقول وبكل سقة مفيش تفسير لعشك ملايين البشر للمأكلات الحارة وفسر بعض علماء النفس أن الأمر نوع من الماسوشية الحميدة اللي معنىها متعة الإصارة وتعذيب الزاد زيها زي تسلق الجبال وركوب الأمواج العالية وركوب عجلات الملاهي القطيرة فإذا كنت حضرتك من هوات ممرسة أي نوع من المخاطر دي أنصحك ما تقربش كالوراينا ريبر اللهم اجعله عملا صالحا خالصا لوجهك الكريم وأجرني به في الدنيا والآخرة اللهم تقبل دمتم بخير اللهم تقبل دمتم بخير